صباح الخير عليكم مشاهدينا وينما كنتو نهاركم زين ونهاركم مبروك ونهاركم سعيد مرحبا في كل أو في برنامج نوع ساميرا مورنينج اللي دايما يتبعونا من 8 ونصحتها العشرة بتوقيت الجازة اير خلوني نقول صباح الخير الفريال صباح الخير رياض وشراكي الحمد لله ونت بخير الحمد لله حمد لله مشاهدينا صباح الخير وينما كنتو نقول لكم مرحبا بكم في هات صبيحة معنا إن شاء الله تبقوا معنا طيلة هات صبيحة حيني حتى العشرات على الصباح عبر قناة ساميرا تيفي وين دايما نعودناكم عبر برنامج ساميرا مورنينج نترح عليكم فقرات وضيوف ومواضيع اللي انتم تقترحوها علينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة ساميرا تيفي أيها مشاهدينا سنو اتصالاتكم عبر رقم الهاتف اللي روضاهر أسفل الشاشة سفر 23 829 46 سنو مشاركتكم في مختلف المواضيع اللي أنا محضرينها لكم لعدد اليوم قبل قليل يعني استفتحنا هاد البرنامج بأغنية نيوميديا وكادر جابوني بالحديث على نيوميديا والحديث على دموع الولية انقلوا ألف مبروك لشاشة ساميرا على التتويج اللي فازت به يوم أمس طبعا على مسلسل دموع الولية طبعا بعد أن تمكن من دخول قلوب العائلات الجزائرية في رمضان لألفين وعشرين من الباب الواسع وبعد تربعه على عرش ترند اليوتيوب بأعلى المشاهدات دموع الولية أضخم عمل درامي عرض في رمضان الفارق لمنتجه عامر بهلول يفتك لقب أحسن دور رجالي في مهرجان داكار للأعمال التلفزيونية الإفريقية الذي أقيمه في دولة السينيغال لقب يعني الكثير صراحة في ريال وطبعا الدور هذا كان جسده حسن كشاش الممثل تعنا والفنان اللي نوجه له تحية عن الجاكوار نتحدد نعم اي 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 انا بدوري نحب نهني القناة ساميرا تفي على المجهودات التي تبدلها كل سواف الأفلام التي تقدمها على المسلسلة أو حتى البرامج التي تمت جهد كبير واختياراتها دائما تكون صائبة من المزيد من النجاح والاستمرارية في النجاح شخص وانتالى الشابة كاملة عندنا مفاجآت فرمضان هادا الجاية إن شاء الله ان شاء الله على الباية حسنا مجمع ما تشتراكم شادية الله مجمع ما تشتراكم مشايدا الشيء الأكيد اللي يقولك إما اللي ضامنين ومتأكدين منه انه راح تكونوا إن شاء الله في حسن ضنكم وخلونا نقول وهنيئا لمنتج العمل وأبطال وهنيئا لشاشة ساميرا التي تعيدكم دوما بالأفضل يلا نبدو بالكوزينا بعد الفاصل سباح الخير سباح الخير اختارت سوريا بلاد الشرق الاوسط كاملا احب كردان عربية لذا نحن في سوريا سوف نقوم بكل ملح من المناقش ولمناقش لديهم 3 الأسطن سواء بالزعتر سواء بالمحمرة أو بالموزاريلا هذا المناقش اختارت الزعتر ما نحتاج الماء؟ 250 غرام الماء لا نستطيع عوضها في الحليب كامل لا نستطيع نصف حليب و لا نستطيع كامل الماء 250 غرام الماء يجب أن يكون حديثة نستطيع أن نقوم بإضافة 50 غرام الزيت و يجب أن يكون الزيت الزيتون لأنه يجب أن نضيفها في الفارينة حتى نضيفها حوالي 250 غرام سوائل يجب أن نضيفها حوالي 350 أو 400 غرام و بالنسبة للسكر، نقوم بإضافة المامونية المامونية نحتاجها فيها سميد خشين يسمى كل كاس سميد نضيفها الضعف السكر كاس سميد خشين، زوج كيسان تاع السكر و خمس كيسان تاع الماء الحساب يجب أن يكون هكذا كل شيء بالدبل، سميد، دبل تاع السكر، دبل تاع السكر، دبل تاع الماء يلعبون هنا في الحلاوة، يحبون الكثير من السكر، ينقصوا السكر نقوم بإضافة الجبن المشلل، يجب أن نضيفها سميد خشين و اسمن نحن نقوم بعمل طمينة بالصحة في سوريا و نحتاج إلى هنا لدينا خيار هدايا في سوريا، طماطيش و الزيتون و هذه المنائش لنا نقوم بإضافة كاميليا؟ نعم، كاميليا إن أختي شخصك، أختك؟ نعم أنا، أرانيا دايما نغلط في قسمك إذا بدأت قتلي كاميليا واماً، ومعرف و ماشيت وم لا لا آسمها، وكي ماشيت وم أهي قاتلت؟ لا أنا ماشيت وم منوعا؟ ماشيت على الصح طيب مدام رحلتي بنا وسافرتي بنا لسوريا نفتح قوس ونوجه تحية خالصة عندنا جار سوري أحبك باللي كما يقول لك نعمل جار مربي عاقل كالب محترم ومحترم للغير نوجه له تحية دايما يتفرجنا مع أسباح بسكو واخدام العشية ونقول لك إن شاء دارك شفينا نوجه تحية كامل السوريين متواجدين في الجزائر وهاني المخرج تعنا من سواش شكرا لك نتلقى إن شاء الله هم بعد شوية في النساعة الثانية باش نشوفوا راكي واصلة وتم مشاهدين ندعوكم باش نستفادوا مع بعض بين فقرة تتحرك في دارك بعد الفاصل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم åren عليك. انهاء خسار. أريد Tzernal. زيب في القرار. هدى جنوب هنا. يجب أن نذهب إلى تلعب إلى الزلقاء. ثم نذهب إلى الفرقان. ثم نذهب إلى هنا الآن. نذهب إلى هنا. هنا تباونا الان تباونا الان تباونا الان ثم تقضي ويجب الان تباونا الان يجب أن يكون يهزت الان يجب أن يحبس الان في الصدرين للان ثم رابع رابع هنا تدوى رابع نحبط نضيل التيراج لكي نسخن مليح دهري تانيك يكون تجوى جونة نحبط هنا نضيل التيراج سوف نتلع بالزالتخ مثل هنا ايبولاتيرال نعمل هذا الازلتخ يكونوا صورة دهري تانيك نعود نلجاح فرنطال بعد مجموعة تاني نستعمل تانيك هذا الازالتخ سيكونوا صور دو كيلو صورة طرح كيلو سواء 1 كيلو لن يمكنهم إيجاده نبدأ الأول معنا أنه لدو نضع بجنوب بالتعليق نحبط هنا بجنوب نضع ونعمل نعمل 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 بجنوب الوضوط 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 وننفس ملع هنا ننفس هنا نرجع نعمل مع قدائر 15 مجموعة على أربعة أو ثلاثة مجموعة هذا الوضوط الوضوط الثاني نعمل معه المنزل نعمل معه الديدليفت نحبط ونطلع المنزل الوضوط نحبط هنا ونطلع ربيع كيف كيف نخدم بي 15 نتكرار في أربعة مجموعة ونبدأ نروح لإجزالسس أحد أخر وهو نحط لجوع متاعي هنا نستمر الزلتر هنا نحط لجوع الاريار سواء نخدم على بجوع التوعي سواء على نخدم عضلات الصدر هنا نخدم في عضلات الصدر نحط لجوع التوعي نحط لجوع الاريار نحط لجوع التوعي للغنية نحط لجوع نحط لجوع ونحط لجوع واقف على اللجونة يكونوا رجلية هنا أو لا نضع كل شيء هنا ونقعد هذا ونعمل على زي بولتوية هنا هذا هنا سنحبس 90 درجة هنا ونحن نطلع الفق فوق راسي ونحبط 90 درجة هنا كيف نحن نعمل عشرة تكرارات والخمسطاش في أربع مجموعات النمر التالي اللي هو بيسابس يعني عضلات الذراع نخدم بها هنا يعني هادو ما كامل سيديز إجزاسيس دو بازي تريف عسين لنقدر نخدمهم كامل في الدار ولا في أي بلاصة نكون فيها ومعاد النمر الثاني إجزاسيس اللي هو تريسابس نحكم ألتر وحده ونطلع الفق هنا ونحبط لرية هنا كل أعادة نخدم توجر خمسطاش انتكرار في أربع مجموعات أولا ثلاثة وهنا هنوصلنا ختم هات الحصة كم من التأمانين يتعونا نقار اليوم نشاء الله في حسة وحد دخل إن شاء الله لما زدنا التأمانية أخرى عودة لكم مشاهدين مرحبا بكم جديد إذا كانت هذه فقرة تحرك في دارك لمحبي الرياضة لمحبي النشاط إن شاء الله نكونوا بعتنا لكم الطاقة الإيجابية ومحبة والتحفيز في يعني دروشي رياضة في داركم لأنه صحية إذا من فقرة تحرك في دارك ننحوا إلى فقرة أمومة وطفولة بقوا معنا لكن بعد الفاصل لأن الأطفال هم شباب ورجال المستقبل ونساء المستقبل كذلك لازم علينا نعرف كيف ينسيروا معهم حتى وهما مازالهم أطفال لذلك نسعد باستضافة الأستاذة سعر العربوي مستشار التربية طبعا اليوم رح نتكلم معها يا مشاهدينا على الوقت النوعي اللي لازم نقضوه بليتو مع أطفالنا صباح الخير أستاذة مرحبا صباح الخير عليكم لاباس بخير الحمد لله لاباس الحمد لله موضوعنا اليوم مهم جدا كي مزاف ناس غلطة عم بلها طفل خليه كي ما تربى يتربى ما زاله صغير ما يعرفش وهذه هي الغلطة الكبيرة فعلا لأنه لو كان نبدأ من أول فكرة هي أنه باش تكون شخص مؤثر في حياة طفلك باش تكون هذا الشخص العظيم في حياة طفلك تقدرش تكون أي شخص لازم تكون عندك علاقة قوية معه يعني احنا لو كان نجو مكاش شخص هكا يقدر يأثر فينا إلا إذا كان بنينا علاقة معه نحن نشوفه بزاف أباء يحب يأثر يحب يغرس في طفله يحب يمد له يحب وما كانش أبسط حاجة مكاش علاقة موجودة ولا يستنى أن هذه العلاقة ستبنى بطريقة عشوائية أو بطريقة هكا شغلتها ستجي وحدها ينسى بأن هذا الأمر أحيانا لازم له وجه ولازم له تخطيط أصلا أهم شيء في تربية أطفالنا قبل حتى حاجة هي بناء هذه العلاقة لنبدأ ونبنوها أصلا من أول الأشهر يعني من ديرو شريطار نخلوه يقول لك حتى يكبر ولا حتى يبدأ يلعب ولا حتى يبدأ ولا حتى يلحق نشوفهم بزاف أباء ولا حتى يلحق لحق المراهقة ولا حتى يبدأ يحوز أنه يبني العلاقة ويحوز وعليش ما وش يسمع لي وعليش ما وش يحكي لي وعليش ما وش يكون صغير علاش ما نش قادر نكون نأثر في حياته علاش ما وش وينسى هذا الجزئية المهمة جدا أنه أهم شيء هي العلاقة كما نعرف العلاقة بوشتبنا أي شخص بينك وبينا باش تكون كين علاقة تكون كين تواصل ويكون كين وقت يعني أنك تمد وقت لهذا الأمر احنا على بنابلي هذا الفترة يعني الأباء الأمهات تخطوين في الوقت الحالي بزاف بزاف يعني كيف شنقوله الحياة الأعمال الأشغال يعني شغلتها لكن هذا الأمر لا يمنعنا أنه ما نخصوش يعني ما يكونش كين وقت احنا نسموه كين الوقت النوعي وكين الوقت الخاص وما إلى ذلك ونخطط له يعني الأمر هذا ما حشي يجي بطريقة لأنه شوفه احنا نعرفه كامل تخطوين لهم أباء أمهات أحنا نعرفه كامل أباء أمهات أيامنا سوف تخطوين بالخاف اليوم راهو بسرعة يفوت لكن لا نخطط الحاجات ونضع عينيات لها ونقوم بطريقة واعية ونستحيل سنستطيع نقوم بطريقة ونهار يجيب نهار يعني يفوت نهار يتفاقم الأمر يفوت لأمهات يقول لأولدك خليته أنت صغير يفوت عبا كيف شكبر كيف شو يهدر تعود تقول كيف شو يخمم خلاص راهو بداية ها خلاص راهو أصدقاء راهو خرج للحياة راهو وتلقى راهوك في هذه الرحلة تكتبعد ماكش تقرب في حين أنه لازم نحنا نقترب من أطفالنا وبوش نقترب منهم نقترب بالحاجات اللي يهتموا بهم صح يعني بالاهتمام بعطاء الاهتمام والوقت كما سبق وذكرتي إذا نشوفوا بلك تلاميذ ممكن أو استشارة تربوية ما تكونش فقط مخصصة للتلاميذ أو للأبناء وإنما أيضا الأولياء يعني لتلقينهم طريقة تعامل مع أولادهم وحل مشاكل تحامل تكون في المؤسسة وداخل البيت نحن ما نشوى المؤسسة ندره فقط في البيت يعني في الأسرة وهذا راح يحس يعني حياته داخل المدرسة كي يكون هو في حالة نفسية يعني إحنا ما نحكي وش فقط على المدرسة نحكي وعلى العلاق على الطفل بصفة عامة حتى هو مازاله صغير خلينا نقوله بلق عامة يعني هذاك اللي يقول لك دير ما تديرش افعل ما تفعلش روح أرواحش والعقلية المربي وصادبوحنا المربي كيفش كان في حياتنا هي اللي راح تكون هذيك عقلية المربي عندنا العقلية الثانية هي عقلية البالغ اللي هي اللي نتعمل معها مع الزملاء مع الأشخاص يعني منطقية أكثر شيء والعقلية الثالثة وهذه اللي أغلب الأباء والأمهات منطقية وسط حية خلينا نقوله منطقية وسط حية صح يعني كينا حاجة منطقية وعقلية البالغ والعقلية الأخيرة والأغلب الأباء والأمهات يفتقدوها هي عقلية الطفل يعني مهم جدا أن تكون عندك موجود يعني عقلية الطفل مع طفلك لما نحكي وشي أقرب حاجة للطفل وشي أكثر حاجة مهمة بالنسبة للطفل أول مرحل عندنا اللاعب قليل من الآباء اللي يهتم بهذه اللغة أنا نقول لهم اللاعب هو لغة من لغات الطفل حتى يعني وكانت جيت تقصي ولدك ولا بنتك تقوله تحبني يقول لك أهي نحبك علش لأنه لعبت معايا وشي معناتها يعني الطفل عنده لأنه اللاعب بالنسبة لي ما هوش فقط حاجة هكا يستمتع بيها احنا نعرف بالطفل من اللي يزيد ربي خلقه بهذه القدرات على اللاعب حتى يطور مهاراته حتى يدير بزم أشياء لكن اللاعب بالنسبة لي راه هو تواصل راه يبني به مهارات راه يبني به وتعليم تان تعلم خلينا أقوله بسكا كان بزاف ناس اللي نشوفوهم هنا اليوم كي يشروا لولادهم دي جوي ولا مجموعة من الألعاب أكيد الطفل صغير مشي قصدو يكسرها باش يكسرها ولكن هو في رحلة الاستكشاف والتعلم بس يفعليه يكسرها إذا كان طفل صغير ما كسرش لعبا عرف باللي ما وش نورمال وما وش قابل باش يزيد يتطور هدي بزاف ناس ما على بالهم شو استاذا أحسر كينا من حواس لهم حواس لحسات اللمس الألوان اللي نشريه ليكسرها ماذا نشريه ليكسرها صح كيفا وهي طريقة من طرق اللعب أصلا كنا نحكي يعني كينا وحد الفكرة هي مخططات اللعب أن الطفل كل مرة يلعب بطريقة مختلفة وهذه كالطريقة تخليه يطور مهارات مرة يرمي فقط باش عنده مفاهيم في زائرة وقاعد يبنيها ويكتشف ويطول في مهارات وكان وحد النقطة فكرتني بها أني مثلا في اللعب كيم زف آباء ومات حاليا نميلوا أننا نوفروا كثيرا أشياء لأطفالنا باش نقصوا على أنفسنا هذيك تأنيب الضمير ولا تعمل نشري له برك في حين أن أطفالنا شوفوا صدقوني ما يحتاجوش أنه الأطفال حين نحن نشرو الأنفسنا مثلا نسجملوا لاشون بغتاعوا نكثروا الألعاب ماشي ليه هو أبسط حاجة قدرت لهيه يلقى يلعب بورقة أستاذ سمحيلي هنا قطعتك أنا نظن أنه ماشي باش يروح لهم تأنيب الضمير خلينا نقولوا لك باش يقول لك باللي أنا نمديت له كل شيء وهو يروح يبعد يلتبس على حي وحد أخرين صح كاينة منها هذه في حين أنه أطفالنا أكثر وشي يحتاجوه يعني حاجة بسيطة وأكثر وشي يحتاجوه وجودنا صح على الشيء أنه سبحانه ربي خلقه كاينة هذه الرابطة فهو لما يفتقدها رح يكون عندها بزاف أمور داخلية مرهيش ميش ملبات بزاف فراغات موجودة لداخل يكبر صعب أنه يلبيها صعب أنه يعمر هذه الفراغات في القروح ودايما يقعد يخدم عليها في حين أنه هذه العلاقة لو كان واحد تقولي تقولي أم سح كيفاش نخدم على هذه العلاقة خطيطي لها الوقت النوعي نخطيط له أنه يكون عندك وقت خاص مع طفلك ولا وربح ساعة ما عليش نبدأ نبدأ غير بأوقات صغيرة وأني نكون واعية بالأمور اللي نمدى لطفلي أبسط مثال مثلا لما يدخل من المدرسة ولا يكون بره يدخل هذهك الابتسامة ترحب بولدك سواء الأب ولا الأم عملكم ما حال عندها دور كبير كبير كيمتخيل تحت الدخلة تقدر تلقي الوالد تاعك عمر فلاصفة بتاع البنك انتاعك عن طفلك فمثلا الأحظان هذه الحظ أنت حضن أروح تحضن بسعادك الحظ نخلي حتى هو يطلق هذا الحظ دعاء لهم مثلا أني ندعي له في وجوده يعني قاعد معه ندعي له يعني يعرف بأنه كين لغة حب كين لغة تعتواصل اهتمام نعم هذه القرب لا يبنى نحن ننسى نحن نحتي كبر الطفل نحس روحي نحن نبنيه في عام وعامين مستحيل الأمر هذا يبنى تراكم يعني من يكون من يكون أشهر يعني نبدأ كالي يقول نشوفه بزاف آباء خاصة من جهة الآباء حتي ولي الطفل مثلا عنده ثلاث سنة ولي يلعب يقول عاد بشي بدي بني معاه في العلاقة لا الطفل من يكون عنده أشهر لغة التواصل على هذه المناغات التواصل البصري خاصة يشوفوا التواصل حسي سعر أسداد لماذا تتحدث بحق صح ذكروني بحق الحالات نحن عشنا هم كامل غير دخول جابك ربي روح شرية روح صح صح تحس ونحن هذه ثانية مشكلة أنه نلقى علاقة الأب بالأطفال والأم بالأطفال علاقة أوامر ونواهي دير أفعل روح لا قرأت لا أدرت أحبط من الكنابة لماذا تدرت هذا يعني تقريبا في اليوم لو كانت أناليزي اليوم متاح الأم ما حل من المرة كان يتواصل ما حل من المرة كان يتضحك يعني صح صح لعبتي مع والدك ولا ضحكت ضحكت صح وهذا الأمر بالنسبة لي نحن صحي جدا كنا نحكي على اللعب نحكي على المواقف التي تضحك مثلا ركي قاعدة اجري مورا والدك صغير عنده ربع سنين اجري مورا هذه دقيقة ولا زوج دقائق لا نستطيع نتصور ما الممكن لينا نحن أيضا نحن نلقى وقصلكم العلاقة لأم مع والدها فقط أوامر ونواهي لا نحتاج عقلية فقط المربي لا نحتاج فقط عقلية المربي مع أطفالنا نحتاج نخل عقلية أخرى ندخل نكون طفل أحيانا نكون حوار نقاش أنا دائما نقولها بل في علاقتنا مع أطفالنا ولا في حوارنا معهم ما كان فقط افعل لا تفعل كين نعم كين لا كين نضب الراسك كين أمور ندلو فيها الحزم كين أمور نقول فيها نعم كين أمور نتناقشو فيها كين أمور نعطو للطفل القدرة أنه يبدي رأيه فيها مثلا اليوم رأينا خارجين هذا الوكين وش رايكم هاي نقعدو وش هي الفلازا اللي نخيروها نتخيلين هذا الأمر شح لديه دور فعال في الأسرة حتى وهو صغير صح يحس بالانتماء وهذا الأمر وش رح يدر أو يبني في الشخصية وقاعد يعمرها وقاعد يملأ أو يبني في الثقة رح يعطينا الطفل عنده مرونة نفسية عنده قوة داخلية عنده قدرة أنه يبني علاقات صحية ما نننسوش أنه أطفالنا نظرتهم للعالم نظرتهم للعلاقات تبنى مني أنا إذا كانت علاقتها صحية معي أنا يكون عنده قدرة أنه يبني علاقات صحية مع الآخرين إذا كان شاف نوع العلاقة كيفش هي العلاقة مع أمي كيفش تحاورني كيفش كين احترام كيفش كين تواصل كيفش تهتم بالأمور اللي أهتم بيهم أحي يكون سهل علي أنه يبني علاقات بالنسبة للأطفال خيما يقول أو للأولياء اللي ما نقولوش فاتهم القيطار لكن طولوا بشلحوا هذه المرحلة أنه جاههم هذا الوعي باللي لازم يبدو هذا الاهتمام و هذا الوقت و باللي آه أنا مانش نكومونيكي مع أولادي نقولوه الحق لسنة 8 سنين ولا 10 سنين ولا 12 سنة كيفش يقدر ولي الأمر يدارك هذا الأمر أول حاجة ندايما نوصي بها نبدأ وننطلق من اهتمامات الطفل من الحاجة الطفل وقعاد يهتم بها شوفوا مهما تبلك ذلك الاهتمامات فيها ولا لعبة ولا حاجة مثلا أو يلعب مثلا الفيديو جايم ولا حاجة واذا تلعب فيها نطلق من اهتماماته باش نبني علاقة باش يحس بهذه الثقة أنا نقولهم من يكون الطفل صغير شوفت هذه المرات الطفل يكون صغير يبدأ ينتبه للأشياء يشوف حمامة أنا لما أنتبه معه للحاجة التي ينتبه لها يعني نبني في جسر تواصل وقص على ذلك حتى يبدأ يكبر الطفل كلما تكبر اهتماماته نزيد أنا أهتم لاهتماماته ولو أني ما هيش ما هيش ما هيش ما هيش الحاجة اللي نحبها ولاني نهتم بها لكن أظهر أني راني موجودة معك في العالم متاعك ما نيش غايب عليك هذه مسؤولية يعني واجب صح مثلا أنا حتى في الأساتيدة مثلا حتى مع الأساتيدة وكل جي اللي يقول لك كيف نبني علاقة مع التلميذ ولكن نظروع لوحنين كبار نقول لك كيف نقول لك أستاذ وتلميذ يعني راهي حاجة ما كاش علاقة تربطهم قوية لكن باش تكون قريب خليك خليك تهتم لاهتماماته فما بالك لو كان نحن نقل سواء على رواحنا كيف تكون صغير لو كان الأب تاع كل الأم تاع تهتم الحاجة انتي مهتمة بها سيكون سهل أنك تبني العلاقة سهل أنه رح تكون كما الصداقات كما رأنا الآن أغلب الأصديقاء نفسهم بشوز الاهتمامات هي اللي تبنع لها كل الأنواع تالعلاقات خلينا نقول صح واش نزيد الفكرة أنه واش نزيد ندير ولا حسنا رح يتأخر خطت للأمر ولا وخمس دقائق حتى وكنت مشغول ما عندناش قاع ربع ساعة أنا نقضو ساعات في الهاتف يعني تسكرولي بلا مت ومكنش حتى تواصل بصري أول حاجة نبدأ بها تواصل بصري تواصل حسي هين نقعد نحطه قاع الهواتف تاعنا على جهة مهما كان استمتع طفلك جلسة جلسة تعلع شابي دون هاتف يعني أني نبدأ نخطط شوفوا صدقوني كون يكونش كين تخطيط صعب أني ألتزم كون يكونش كين تخطيط لهذه العلاقة المشاغل الأيام تدينا والوقت رهو يدينا فنلقى روحي ضيحت سنة سنتين حتى يكبر الطفل يقول لي صعب صعب جدا أنه طفلك عندها عشر سنين اتناعشن سنة اتناعشن سنة وانت رك تحاول هادان وين رك تحاول أنك تبني علاقة معه ولا رك تتسأل علش مانيش قادر نأثر فيه طبيعا أنك ما تقترش تأثر فيه أبخالوك لم يديروش هالطريقة اللي رك تكلمي عليها الآن أستاذة في لما يوصلوا الأطفال تاعهم في سن المراهقات تبدأ ديك الصيدامات والاستضامات بين الأولياء ويبدأ يقول لك سيرع أجيال وهنا من فهمه شو طفل ما يفهم شو الولي واللي يلوم في الطفل لكن هو المسؤول على حالة أنه هو اللي بنى الجدار بينه وبين تسجيل يقول لي عواظ أنه يشوف الحل نحن دائما لقوم يلومه في النهاية ذاك طفل ننسى بل ذاك طفل لو يتعلم ويتعلم من خلالنا أنت أحدك الشيء الذي وصل له جزءك كبير منه هو تراكم أنت أمور تعلمهم من خلالنا في طبيعة الحال دائما ندام نقول بللي عدنا فرصة أننا نرمم كاش حجفت عليها الوقت تبدأي الآن حتى وكنت متأخرة معليش تبدأي من اليوم حتى وكنت متأخرة معليش تبدأي من الآن تبدأي من اليوم وعندك القدرة أنك ترممي فقط أنه تأخذ هذا الأمر نقول لهم الشخص الذي يكون صادق في السعي مع أطفاله فقط يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار يديره كما رأنا نخطط لحياتنا نخطط المشاريع نخطط لكي نشري موبي نخطط لكي نشري نحن نلقى أحد الأمور يخططون لهم العرص ويخططون لهم لكن تربية الطفل سبحان الله بزيف أشخاص لا يخطط خلاص جاء كأنه هذا الطفل سيتربى بطريقة أن الإنسان يقدر برنامج يكتبه وعلى شلالة إذا أخفت تنسى اكتبه هاي وش لازم ندير هاي وش لازم ندير تذكر نفسك تذكر نفسك تذكر نفسك تذكر نفسك أسيدي لا تستطيع قادر يوميا خاصة الآباء خاصة أن يقول الآباء لأن الآباء غالبا هم لا يكونوا بعاد على الله الأمهات يكونوا قرب ويكونوا قرب بطريقة سلبية الأمهات لكن أحسن من لا شيء كل مرة زيد الجرعة كل مرة زيد جرعة التواصل كل مرة زيد جرعة الضحك أنا دائما نقولهم مدام كين ضحك الطفله قاعد يضحك كين متعة مدام كين علاقة رأي تبنى مدام هذا الطفل جهازها النفسي جهازها العصبي قدرتها على التعلم رأي تزيد ونشوفوا بين الوقت اللي أنا فيه حاليا وزمان كما كنا بكري كانت العلاقة حسية نقعد وكيف كيف نتعش وكيف كيف بدون هواتف نشوفوا حاجة مسلسل فكاهي مثلا كما كتقولي أو رسم متحركة مع الأولياء هذا يبني علاقة ونشوفوا بالليك لديفيرانس بين الأطفال في هذا الوقت الآن عندهم صحتهم النفسية غير متوازنة نوعا ما مقارنة بكيف نحن كنا وهذا شي عنده عنده سلبيات وعنده أسباب اللي هي منها تيل هواتف النقالات لتابلات لموت دو فيت بدل نشوف العيش كأنه بزافرة نشوفهم أطفال وعايشين في عالم عالم مغير عالم الافتراضي حياتي الحقيقية فقدت شمية اكتر التوحد بزاف في الأوينة الأخيرة سي فوخصا دكتور سارة البليتو الأستاذة سارة العرباوية مستشارة عرباوية قلو لك شكرا جزيلا لك حبينا مرورك معنا في هذه السباحة شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والنصائح لأكيد رح يستفادوا منها مشاهديننا ان شاء الله في عدد آخر وموضوع آخر شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك فرير مشاهدين احنا نروحوا الآن إلى فاصل مازال برنامجنا مازالوا متواصل بقوا معنا حتى العشرات عسباح نروحوا فاصل ونرجعوا لكم مشاهدين عدنا رجعنا لكم إذن مازال برنامجنا متواصل والآن رح نروحوا إلى فقرة تحبوها بزاف انتم النساء اللي يكونوا فينا فقرة بي بيوتي أبقاوا معنا بعد الفاصل يام مشاهدين قبل ما نستقبل كلود نوجه تحية خاصة لشيف شهر عزاد اللي نعدت ويتبع فينا صباح وقولوا لها أصبح الخير وش نوضك يكتصويرك في الليل يا شهر عزاد تحبنا تحبنا تحب تشوفنا تصبح علينا لا نمسع ولا غير تعيا في الليل على بارد ومتكملش بكري نخدم معي لأخير أدفر جينا يام كلود صباح الخير صباح الخير صباح من الرأي لكم جميعا لا بأس لا بأس الحمد لله أنا ما فهمت ما تشي ما تشي بالبلو سيال ولا والله العظيم لهيئة في شي بيني وبينك يعني ما بسير لأنه هذي الأفكار أنو هيك تطبع عبادك اليوم هذي شغل كبير يعني بيرح الأنس الحلوي كنت نحن وياك خلص بس بعرف البلاك عندها يأسيسي والله ما بسغيراني شوف البلاك ضروري قدمت سيت أحبقتها ربعليه قدمت سيت لأنها ضعيفة نحن نلبس أولاد البلاك لأن نضعف حالنا شوي كزا بسيس مالله ضعيفة جسمها منيح كل شي طيب كرود ما بني رح نقول لك وقل لي أسكنت تاني ولا لا لا كين بثاف ناس اللي عندهم زي ما قولوا لبسات كتير من اللبس وبسرح أنت ميل غير لتنين ثلاثة هذول يكونوا قرابة على قلبك ما تلبش كامل الأخرين وش عندك في الدريسينج وتلبس غير هذوك ثلاثة وكأنه هذك وش عندك صح صاريت لك أنت لا 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 لأ لك نحن دايما تنسي الألوان إذا بدأ نحكي على الألوان طبعا هو تنسي الألوان طبعا أنت كل يوم فيك تلبس تغير ما هون المهم تلبس زيت الكوستوم بتغير وكذا أهم شي تنوع الأكسيسيريز مثلا دونزيل هون بتلاحظ بتغير الأكسيسيريز بالتيابة صحيح بتضل على البلاك بس ولكن دايما بتعمل الميلونج تبع اللون الميلونج تبع اللون هو أساس بالموضة هو أساس بالفاشن هو أساس يكون أكتراكتيف الشخص يكون لألو هو مش هيك دايما أنا بقول لهم حاولوا نوعه بالألوان لو زيت التياب وخصوصا الأكسيسيريز أكتر شي الأكسيسيريز هو بيغير اللوك كلايات وطبع الشخص مش هيك بيعطي كنوا لك مش هتعطي لها على عشرة في اللوك لأ لك تسعة ميح تسعة صحة عشرة شكون لي أنا تسعة هي تسعة أنا قلت عشرة أنت شي اتنين ثلاثة بس هي تسعة لك عممزح أنا رايح مش هيدي عممزح أنا رايح مش هيدي أنا تسعة لك تعرف لماذا خطيتها تسعة لأنه بعد الأكسيسيريز عندها نائس أنا ما بحب بيعلي هي هيك بشعراتها بلبسها بضافيرها كل اكسترة وحتى بالماكياج طبعا منها أوفر يعني أنا ولا مرة شفتها أوفر دايما بتنقل الألوان الهادي الألوان النعمة الألوان كذا بطبيعتها مش هيك حتي تلها تسعة أنا بحب شوي وقت ربطتها على الكاميرا أو على التيفي أو بأي مناسبة كنت بحب شوي الفط الأنظار بحب روح على الألوان مثلا الأكسيسيريز يكون على البلو دايما تحب البلو هو بيكون شوي هيك توركواز هالأصص هول بيكونوا شوي أكتراكتيف أكتر بهذا الموضوع بسيب شو عم تعود بالفيرنيتا لا لا بالفيرنيتا لا هيبا دايما تتحدث إذا تشوف لاحظ لك لك كلود لحظة إدارك ويروحنا الوقت من فقرتك طبعا من الفريال ونبدأ ويلا تفضل طبعا اليوم عنا خلطة مميزة جدا هي خلطة كل العالم تعرفها أنه هو العين العين هي أساس بالجسم هي الطاقة كليتها وهي جاذبية وهي بتجذب بذات الوقت دايما الطاقة دايما العالم بتقول هي العين هي يعني هو تركيز الجسم كليته بيكون عليه طبعا العين نحنا اليوم عم نقذيها كيف عم نقذيها نقذيها بالسوشال ميديا منضل على الموبايليات تبعنا طول النهار طول الليل وخصوصا وقتا منطفي يعني اللامبة عنا اللوميار عنا ونقذ على العتم على الظلمة وبعد نشتغل عليه ومنطعي بالعين دوبل دايما نحنا لازم نمارس عاداتنا اليومية بطريقة مثلة نعم ما فيني استغني عن هذا صحيح ما فيني استغني لا أنا ولا أنتو أكيد بس ولكن نحنا فينا نجيب مثل دلو مي جاط مي مسقع فيك ثلاث أربعة تلجات ومنحط وجنا فيه ومنفتع عينينا بقلب المي هون منكون عمشيل الحرارة كلياتها عمشيل الأوسيخ كلها من قلب العين رغم العين نحنا نحنا بنعرف هي بتنظف حالا بزيتها من الورا الدموع اللي بتنزل بس ولكن دايما المي الجادي لألة مع المساعة قدر تشتغل على تنظيف أكتر بأعماء أكتر وتقدر تخلي هيد شبكة العين بتعطي صوفت يعني تكون واضحة أكتر لألة بالوقت زيته نحنا بدأ نعمل لها مساجات دايما يومية الصباح والمساء بتاخد معكم دقيقة على الأد أول شي بدي أخد هول الصابيع الثنين وبلش فيون من جوة لبرة من جوة لبرة وبدي ركيز دايما يعني الوجة تبعي عالي ودايما من جوة لبرة من جوة لبرة برجع وهون بعمل هيدا التدليق بعمل هيدا التدليق برجع بروح لهون عهدي النقطة بس ما بدي شد بدي يكون ناعم أوكي برجع من جوة لبرة من جوة لبرة برجع بعملها هيك هون عشرة مرات وهون من جوة لبرة عشرة مرات برجع بعيدة خمس مرات برجع بوقف هون كل ما بخلص خمسة أو عشرة برجع لهون برجع بعطيه هيدا التدليق حتى السيركويته بعد دام كلياته بيمشي معنا الزون هون اللي عب حكي عليه زون العينين هو زون يعني سنسيبل ناعم مشين هاك دايما نحنا منقول بتبلش التجعيد حواله العين بلشت الشايخوخة دايما نحنا بنعرف انه سبعين بالمية من مشاكل العين للتجعيد أو السواد وإلى ما هنالك من مشاكلها هي وراسية مشين هايك بتشوفوا انتو اوقات اشخاص عندها نيوبي بتلاقي البيت كله عنده نيوبي او جده او اخته او امه او ليش؟ لانه هي بتكون يعني من السلالة هي بيكون عندها نقص بهيدا الموضوع وخصوصا موضوع التجعيد في ناس بتتدحك كتير بيطلع لها كتير تجعيد بدي أقلكم على الليونات الليونات نحنا بنعرف مسترخص فيها مشوف بالأسواء وين فيه طبعا عشرة دينار تلاتة دينار تنين دينار من جيبة نحنا ببيروت عنا شي اسمه وان دولار وان دولار يعني اون دولار المحلات فيه محلات اسمها اون دولار بيروح بيسلقوا الليونات من هونيك وبيحطوها أخطر شي بالعالم عم حط زيز زيز أصعب شي وقتا بيجيب الشمس عليه الوترا فيولي وبيضرب لي شبكة العين دغري ديريكت ما فيني استرخ ما بحط ليونات أفضل مئة مرة ما حطت ليونات تضرب لي شبكة العين دايما الليونات بدي روح بدي روح على الأوبتيك وهو ينقيلي إياها وبيضي يفحص لي عناية لا يعرف شو بدي يعطيني الألوان في ناس بتروح مع الألوان شوية فاتحة شوية دارك حسب البروبلايم أو حسب الشمس قده بتكون قوي عليك أو قده بتعملك مشاكل وخصوصا كمان الشمس بتعمل كتير من مشاكل التجعيد وطبعا نحنا هيك منشد على حالنا اليوم طبعا خلطتنا راح تكون مميزة جدا هيدي الخلطة بنا نستعملها كل يوم جباري لأنه نحنا عم نهلك منطقة العين عم نتعبها زيدي عن الزوم بالأول ما كنا هيك هلا عم نتعبها كتير هيدي الخلطة معمولة فيها أسيد بقلبها لأنه هي من الطومات هي حيتت فيها أسيد وحيتت فيها السيترون كمان أسيد ناتورال يعني فيتامين سي وحيتت فيها الكركم كمان بفتح ليش عم بقول هون لأنه دايما هون الزوم بسود بالوقت زيته بجعيد وعم حط فيها معدن اسمه الحديد اللي هو جاي من المرحي تبع العدس يعني عدس مرحي هيدي كلمة ميحة مرحي انتم ملتهيين بس هو ميحة مرحي يلا خلينا نبدأ إن شاء الله بالخلطة طبيعيتي بدي أخد ملعة من العدس المرحي بدي أخد ربع ملعة من الكركم ربع بدي أخد ملعة من يعني فيكم مربع التومات فيكم تستعملوها كاتشاب فيكم تستعملوها والطماطن فيكم تعصروا وتحطوا لأن هون اللي كل ياتوا مادة أسيدية بس ناتشيرل بالوقت زيته بيتشيل الأكسا دي كليتها وآخر شي بدي زيد عليا كم نقطة من السيترون أو القارس هيك شوي صغيري ما كتير وما لازم تكون كتير الخلطة يعني خلطة ما لازم تكترها لأنه بدنا كمية تير قليل حوال العين وهيدي ما بتضيين إلا ترواجور بس بتحطوها بالتلاجة بتضيين ترواجور بس أوكي هذي تقريبا خلصي راح أصبعنا نحنا أكيد ما راح حطة دغري اعتبروا هذي هيدا الزون حوالي العينين راح نحطها من تحت لفوق ونعملها تاب 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 يعني تاب وتموم تاب 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 كل هيد المنطقة وبنتركها عشرة أي ماكسيمون بلا نتركها تحت العين مش أكتر لأنه متل ما قلت أنا عم بشتغل على منطقة سينستيف زون منطقة كتير حساسة فسونا نحنا ما فينا نشتغل عليها بأساوي ولا فينا نقوي كيف ما كان الإنجريديون اللي أنا أو هالميكسر اللي عملت لكم ياه هلا لأنه حتى ما أقذي هيدا الزون تبع العينين طبعا إنتو بتعرفوا بالأسويق هون بدي حكي شوي عن البرودكت حتى كون هايك نورين شوي طبعا عندنا نحنا مثلا سيرومات أهم سيروم للعينين هو معمول من الكافيين لازم يكون ومن الإلاستين إلاستين بدي يكون سيروم الكريمة بينفع بس ولكن السيروم بيشرب أسرع والصوفت أقل لأنه ما بينحط له بطير إنجريديون يعني نحنا منقله تركيبة تابعه الكيميائي إذا انتو عم تشوم السوق عم بحكي بيضعوا كتير شغلات وبينحط ككرام أنا بفضل السيروم أبدا ما تروحوا على الكرام لكل شي زون تحت العينين دايما نروحوا على مية بالمية سيروم لأنه السيروم بتشرب الجلدة بتشرب أسرع أهم بالوقت زيته بدي يكون فيه بقلبه إلاستين وبدي يكون فيه بقلبه طبعا الكافيين كافيين والإلاسين هني متان كتير قوية لهيدي الزون بشدة وبشلة كل التعب وكل التجعيد وإذا فيكم تروح على ترتيب الهيارونيك أسد بكما بيكون بيرفكت لهيدي المنطقة أنا بنصحكم بشغلي وحي دايما ما لازم يعني نخفف من قيمة حالنا أو قيمة البو تبعنا لازم دايما نحنا نعرف حالنا أنه نحنا جماعة بدنا نكون يعني نحنا جماعة بنكون جديين بموضوع بموضوع المنطقة طبع العين حتى ما يصير في عنا مشاكل أبدا شكرا على صائحتك إذن مشاهدنا من كلود ومفقرة بي بيوتين الحودي عكتما عند رياد في المطبخ معك ماذا؟ عجبتني تعالى هيا كاميليا أين وصلنا؟ وصلنا نقوم بطريقة تشكيل العجينة للمنائش هذه الكلابات يجب أن نقوم بغجوغ يجب أن نظلعها جيدة لكي هذه الخلطة التي نقوم بعملها وزيت الزيتون يجب أن تأتي هذه الخلطة كما المعجون يجب أن نقوم بها لأنها تشكيل لكي نقوم بغجوغ كما تشكيل سوف يجب أن نقوم بغجوغ لكي نقوم بغجوغ تشكيل لكي نقوم بغجوغ كما يجب أن نقوم بغجوغ كما يكون لكي نقوم بغجوغ لكي نقوم بغجوغ لكي نقوم بغجوغ لكي نقوم بغجوغ لا ترونيط لكي نقوم بغجوغ لكي نقوم بغجوغ الله يسمك نتلاقاهم بعد شوية في طاولة التقديم باش نشوفوا النتيجة والشكل النهائي شكراً الله يسمك في ريال ريال الآن نروحه عند فقرة فن وإبداع عند المبدعة تعنا أمال لكن بعد الفاصل أصبح الخير أمال مرة أحد أخرى أصبح خير أصبح خير هذا وين ما قلنا ناشا أصبح الخير مقبل ما قلنا ناشا مرحبا مزال دائماً لدينا هذه المشكلة لم أكن قلنا ناشا لا تصبح نحن لا تكون نحن نقول ما قلناه ما قلنا ناشا وكينا ناشا مرحبا مرحبا صفونا صباح خير عليكم الحمد لله صباح صباح حمد لله صباح الخير أقول الحمد لله لا 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 نحن لدينا اليوم اليوم رحان دير جواني بتي سربيس لأيكم تعرفو هذا السربيس دبال كشلي ما شافوش نكفحي أتو حتى نحن للمسا نحن نحن نتعلم هذا السربيس وضع نحن نحن الزيال عندنا أي حالة نحن نحن نتاو تترقى مستخدم تحضر نحن لدينا نحن نتاو نحن نزل التعرقى صباح يجب أن نقوم بخوربات التحقيق. لدينا غير يغربي على الألوان بحضر نداء التحقيق من الثالثة المقتبات أحب المخبرة على صنع التحقيق لتصوير ملكي نداء التحقيق ب COLÓTOS فهلا يسأل التحقيق النقة الاخريف هذا احضر الكفال يتقليل كيفية الاخريف نعرف على البعض تغير الناس كيفية الاخريف تغير الحافظ تسدد الاخريف نقوم بتطير ونجعل الاخريف نحن نعمل الاخريف نحن نخدم الاخريف نضيفه من أجل ونغطي المسافة لأنه ليس مستحكم فيه لا يمكننا التحكم فيه نحن نذهب معه بالعقل ناخد اللون تاوي نخترت في الباج ونضيفه نضيفه نضيفه حقاً مضيفة أما ان ننجحة 5 está 10 منطم ثم ننجحة لنضيفه ونحن نشفه الرجل هذه الشيخات تشجع صراحات ستشجعه قد ترسل ونفضل، ستشجعه في السطول والششفة هنا سنبتع نبتع بالفيديه ثم نستعمل جمع تشجعه لانه لكي يتخلص نبتع البلاد نستعمل الجمع في المطفل سيجب نبتع الغرج في الباب تدري أن تضيف مزاني نحن تقوم بسرم لن أفتح المزاني تكون مزاني أضانيh أولن يتعاد الأمر بلد درين أوليس مصر ثانيس أوليس أوليس سنستاضيع وأحضار الأمام من المتغل ومتغي يمكنك أن تكون مرة أخرى على المشاكل يمكنك تكون مرة أخرى ثم تجد مرة أخرى يمكنك المرة لكة جميلة نضيف مرة أخرى لن نرم أن episodب huh فلان واجه مر Pengل سيجا اهدا في صفحة منية صفحة 조롭 mellan الصفحة نحن نسخل في المقرارة أو أغير تخصي على المقرارة لتخصي على المقرارة تبقى انصلاح نظري تجمع التخصيص ويجب أن تنظر نفس الانتحال تفتوره ويجب أن نتعرف نظر أكبر يبدأ نفس السن تتخصي على المقرارة من إذن فقط لدينا نخذ سرن ببعو سرن المحادثة للألوان سوف نخذ لألوان سوف نخذ للمطف ونخذ لألوان سوف نخذ لألوان سوف نخذ للمطف سوف نحن نخذ للمطف سوف نختبر ہم سوف نحن نطف سوف نقود نخذ للمطف لنحن نجد لنسى مختلفة سوف نحن نخذ للمطف سوف نحن لإنقاذ في طهرن من خذ للمطف ونخذ للمطف لنکتب للمطف سوف نارڈ ببعو سيئسر مزيز هكذا سيئسر مزيز سيئسر مزيد سيئسر مزيز ستكون السجن وهي أكبر أنك جميلها على الأسفل دائجة وهذه هي إلى مدة لفترة كلمة كما كان الجميل هستطيعون تلك الأسفل ويهتملون على الاستغرار وأني أتوقف بأسفل يمكنك أن تتعملهم بالفترة وهي أتمنون معنا تجرب هذه المجملة وهي ستwrrollتم عندما تتعملهم معنا يا انا امان لديك اشتركوا في اطلاع التأكل هذا التقنيات أرواحوا تتعلموا معنا في الوارشات تقوم بعمل الوارشات لدينا الى الروحات اتراج الى الوارشات تتكتنا اتراج الوارشات وكوغاش أمل مشاهدين أبقاوا معنا نروح وفاصل وما زال برنامجنا متواصل رجعنا لكم من جديد مشاهدينه في الجزء ما قبل أخير نعود الرحبوب كل الناس لهذا والنادة تنقول لكم بسباح الخير مازالنا متواصلين معكم في برنامجكم ساميرا مورنينك طبعا رح نطرقوا لموضوع مهم جدا كان بزاف ناس اللي عندهم أبنائهم مقبلين على اجتياز امتحان شهدث الباكالوريا وطبعا كنا نعرفوا بأنه التحضير لهذا الامتحان المصيري يبدأ يعني أشهر من قبل مشيحتك قريب يوصل للباكالناس تبدأ تراجع من المستحسن أنه يبدأوا التحضير من البداية مشي خلو تلتشهر ما داكي ولي عندهم ضغط وما يقدرونش يلحقوا لمراجعة جميع المواد ولحفل جميع الدروس وباش نتحطوا في هذا الموضوع اللي حيهمكم بقاوا معانا رح نستضيفوا معانا أستاذة في التاريخ والجغرافيا أستاذة هند شعواو صباح الخير مرحبا بيك صباح النار مرحبا بيها عندكم وشوكا على الاستضافة مرحبا بي مرحبا طبعا كما قلت أنه كان بزاف ناس اللي غالطين عن بل هم اللي الباك غير تلتشهر للاخرى وهذا شي خاطئ التحضير أكون لك أنت أستاذة في تاريخ والجغرافيا يعني بزاف ناس يعتمدوا على الحفظ فيها التحضير من قبل كيفاش يقدر يكون في المادة تاريخ والجغرافيا الأخطاء من بين أكثر الأخطاء الشائعة عند الطالبة أنهم يقرأوا المواد الأساسية يركزوا عليها ويستغنوا على المواد الثانوية اللي هي موادتها الحفظ كما الشريعة تاريخ وجغرافيا مواد أخرى هذه المواد اللي يستغنواهم عليها هي مواد راح أتعاونهم بش يتحصلوا العلامة الممتازة في جميع المواد ولا بش يجيبوا لامونسون في البكتحوم دونك بش يتحصلوا على هذيك العلامة الجيدة يليق أنهم يبدأوا من أول سنة دراسية فقط يكون عندهم برنامج يقرأوا بدكاء لهذا أنا أعتمد بصفة خاصة على تقنيات خاصة للحفظ يعني مهارات بش يحفظوا بطريقة سهلة بسيطة سليسة لأنه مادة التاريخ والجغرافيا مادة دسيمة عند الجميع ممكن توافقوني رأي يعني بثاف ناس أنا منوافقك شبزر ما عليش منوافقك شقا يعني أغلب الناس يحسوا لكن عندهم مشكلة هو عندهم مشكلة في التاريخ خطنا بحنا نحكيه في هذه السوجة نوية مادة دسيمة يعني مادة تقيلة نعم من المقصود تلك دسيمة أبوه نحن لفهمتنا تلك دسيمة فمنها ما عندك شوال حاجة حلوة ونحبوها أنا مش ما نحبهاش تاريخ على عيننا ورأسنا أغلبنا ولكن عندي مشكلة في حفظ الأرقام نقدر نفهم لك والتواريخ ما بأي رقم شغل تواريخ ما برقم الهاتف تاعي ما جيتنا نحفظه بالسيف دونك عندي مشكلة ما نشفهاش على الأرقام سيصالوا بروبلام تاعي بخونط الجغرافيا نفهمها لك وندي فيها النقطة تاريخ الله غالبوش نديره سعفونا ولهذا أنا درت طرق باش يحفظوا تواريخ شخصيات خرائط بطريقة سهلة مثلا في التواريخ نجمعوا تواريخ اللي صاروا في نفس العام ونركزوا عليهم غالبوش يطحوا بزاف البكالوريا يعني هم تواريخ بزاف مثلا في شخصيات يقولوا لهم أحفظوا فترة الحكم فترة الحكم مش لازم أنه مثلا رئيس معين المدة اللي يحكمها والمدة اللي لا يعني فقط أنهم يركزوا على المنصب أهم الأعمال اللي قام بها هذه الشخصية ويقدروا يستغنوا مثلا على التواريخ اللي ممكن متكون شواردة في البكالوريا نروحوا لطريقة المراجعة اللي كنا نتكلموا عليها كين بزاف ناس اللي ما يعرفوش كيفاش يراجعوا معنا بل همش كيفاش يقوموا بملخصات الشي الأكيد هو أنه لو بعد كل درس يتعلموه يديروا له الملخص تاعه ما يجي يوصل اليوم الامتحان يكونوا الملخصات كينين ما حتى طريقة المراجعة تكون سهلة خانم اللي يشد كراس كامل ولا كتاب كامل نانك وش تقول لنا هنا أستاذ نقول أنه أي طالب يشاهد فيه الآن أنه لما يكمل درس يروح للدار أول حاجة يعاود يراجع الدرس بعدها يعاود يدير الملخص الخاص به لأنه الملخص تاع الأستاذ زي والملخص تاعك شي آخر الملخص تاعك يكون بالألوان يعني حاجة تفتح لك الشهية ووضوك يجي تراجع تلقاها بطريقة سهلة وبسيطة كذلك ثانيا يعتمد للطريقة التكرار لأنه التكرار عدو المسيان أي شيء تكره لا تنساه لو مثلا ترجع ممكن حتى صورة صغيرة لو كنت عاود يش تراجعيها تنسيها صح الإنسان بالطبع تاعه ينسى لهذا أنه كل مرة يكرر المعلومة أكد رح تترسخ في الذهن تاعه كذلك في كل يعني في الأسبوع مرة أو مرتين يعاود يراجع هذه المصطلحات وإلى هذا الدرس رح يديد كل ما يراجع أكثر كل ما تترسخ المعلومة أكثر حكذا أنه الإمتحان رح يلقاها جدا سهلة بالنسبة لي صح لو كان يخلي الدرس يحطوا يتراكموا عليه الدروس حكذا رح يجد صعوبة جدا في أنه الحفظ يقول لك تراكموا عليه الدروس أسكن نبدأ بالمقترحات وهذه خطأ أنه يعتمد على المقترحات لأن المقترحات تقدر تجي تقدر ما تجيش لأن المقترحات حاجة ريسك يا تجي يا ما تجي ذو كنت بتحرك إسمه إيفيتي هذه المشاكل التي تقع فيها من بداية السنة أبدأ أقرأ بذكاء أعمل لك برنامج سهل كيفاش توفق بالمواد الأساسية والمواد الثانوية أعتمد على طريقة المخططات والخارقة الذهنية لأن الإنسان ربي سبحانه ومعطانا الذاكرة فيها بزاف خلايا كي الإنسان سمعي بصاري لهذا علشان أنا مثلا في الفيديو هاتي ندير كل مرة طريقة جديدة مثلا أنا تلميذة وأنا أستاذة أنا نلعب دور تحت الميد زي ما شغولة راهو راهو تعبان راهو عيان ما فهمش هذه العنصر وفي نفس الوقت نلعب دور الأستاذة اللي كيفاش تشرح ويفهم هو الطريقة هذه فالبداية مش كيمة النهاية أكيد إسمان أنت جمعتي بين التدريس في الثانوية وبين الدورات لا أستمحي لي أنا مدرج في الثانوية أنا فقط ندرب وندر دورات نعم 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 جوسمون بسكالابري بليك تدري دورات يعني بدورات المراجعة اكزاكتومون لأسحاب البكالوريا وايضا تصنعي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي يعني لما يقدرش يجيليك ونتكوني يقدر يلقاك على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش جدتك الفكرة باش تحطي هذا المحتوى اللي تفيدي به العديد من التلاميذ في هذا المجال أنا كبيت صناعة المحتوى بديتك متحدثة تحفيزية ندير فيديوهات تحفيزية طرق الحفظ تنظيم الوقت إدارة الوقت إلى غير ذلك بعدها أنا نحب زيال المادة وتعلى شلالة ما ندخلش في هذا المجال فبديت نطالع عليه بديت نقرة بديت نعمل دي فوغماشون هنا في العاصمة كنت نجي من القسنطينة العاصمة باش ندير دورة يعني مما نكو تنجي من العاصمة لعندكم قسنطينة باش ندير دورة ايه خروج من منطقة الراحة عندها دور كبير لازم أكيد وسبادونيات المونت يعني إنه الإنسان يتجرى ويعمل هذه الأمور المهم بعدها قلت لك بديت في صناعة المحتوى بديت نعمل فيديوهات قصيرة أهم المصطلحات أهم الخرائط وكي ينوح الترند يعني شاع لهي فيديو تاع كوريا تايوان هونغ كونغ سينغافورة دول يعني صحبة جدا مش يحضوها تلاميذ فأنا بطريقة عفوية كنت نعملها في اليوتيوب وجبتها للمزا مشغول لأغنية كوريا تايوان فأنا لم يتجروني ولا يقولوا ما يشوفوني وستاذة أنت هي صحبة كوريا تايوان فينا ما مطاحتش في الباق مطاحت لهم مطاحت لهم مطاحتش آه ما يقدروا شي إنه أعطيتهم المعلومة ممكن دوكا تبقى لهم حياتهم غافرات ويه طبعا لأن الطريقة كانت ترفيهية نوعا ما اكزاك مثلا يقرم الدعم ثانوية مثلا تلك جغرافية أنه ما أستاذ صارم أنا العكس مهمن مهمن وعلى نحن كلنا رانا مع فكرة أنه لو ما نكونوش نحبه الأستاذ ولما مشغول ما نرتحولوش رح نكرهو المادة للأسف شديد ومع احتراماتي لكل الأساتذة صح أغلب التلاميذ يمشوا بهذا المبدأ تعامل ما نحملش كين بزاف ناس يقول لك علش ما تحبش عما فيلو ولا يستوعجيو أعمل أستاذ نعي معاهم ما نفهموش هات طريقنا نظن أنها لما ولو الأساتذة ولتونتوما كأساتذة تتقربوا أكتر من التلاميذ يعني بهدف بسيط وواحد وواضح واللي هو أنه باشي ولو يستوعبوا هذا ما كان وحاجة مليحة نورمال مو راي تجيب تمار إيجابية بزاف صح كيفاش كم تلمحوها من خلال ردود الأفعال ولا من خلال أراء الأولية تحت التلاميذ بعدما يديروا دورات عندكم وبعدما يستفادوا يجيبوا الباكالوريا خصوصا إذا كان عندهم نقص في المادة وبعدما داروا دورات صح ولا ملح تحكي لنا شوية ممتاز أنا مثلا كنوح قري في دورات أنا حاليا قريت حوالي 28 ولاية قريت فيها يعني في الجنوب في الغرب في الوسط الشرق يعني في كل الأماكن لما نحقر التلاميذ أكثر شيء اللحظوا فيهم الخوف والخوف هو عبارة عن شيء وهمي مش حقيقي يعني فقط بمجرد أن تلميذ يخاف أنا ننجي نقوله نتخافش عادي كما ننجح قبل كتنجح أنت كلنا نقضي ننجح كلنا سواسية وما ربك بظل من العبيد ربي سبحانه خلقنا سواسية عندنا ذاكرة عندنا خلايا يعني ما شاء الله فقط المفهوم أنت عكلي المادة يجب أن يصغير يعني أنا جئت هنا يقولوا أستدراني خايفة أستدراني خايفة الباك الباك هو الوعي الجمعي خلا تلاميذ عندهم مفهوم خاطئ أنا خايفة أنا خايفة هو شيء يقوله يحجز إنتي حين يقول كده الباك هذه تاريخه جغرافيا وأنك تخايف لأن الوعي الجمعي حطى لهم في رأسهم بالباك حاجة كبيرة على مثلا لم يقدسوش الماستر لأنه ممكن الدرجة أعلى أو الدكتورة لم أكن أستدراني خايفة بالماستر أو الدكتورة صح هي فكرة مرسخة في أدهان التلاميذ لا أنا بسأل باك صعيب على الماستر لكي نفهمه خلائش تواعر فيها الخلعة فيها هذا وعي جمعي نهار ترحي الجوز يتلقى البوليس عند الدخلة دي جنجر ترى فيهم هكا تقولي لو شح يصر لنا أحبته لو شح تليفون هي مجرد إجراءات هي مجرد إجراءات لازم يأخذوها بأكتبا لكي يتفادوا الغيش وبساعتين الماستر ما نحفظوش عام كومبلي صح يعني امتيحان مصيري امتيحان مصيري ما نكذبوش على بعض لكي تلحق الماستر يجب جزء الباك لازم تلحق لكي تحب ماستر ساهم ومعا دنخرين بقعبش يجيك في حياتك يبقى لي بان لك ساهل الباغابور والشجاز هو العمود الفقاري تعال تعدي رأسا تعلينا وهي أجمل فترة ممكن يمر بها يعني يعني نحن نحنه إلى أيام تانوية ولمتوصل صح صح مع هذك الاستخدام مع كيفية تكونوا تقرار وانجروبيت تبقى لك دايما يعني حسنة كبيرة تبقى لك في ذكرتها صح قلتك بعدما يخرجوا تلميذ من الدورة نقول هم يجيوا يستمدوا من عندي هذا التحفيز أنا يعني بالنسبة لي هم قدوة في هذا المجال فلازم ننحي لهم ذاك الخوف فالحمد لله يخرجوا راديين فرحانين حتى الأولياء حتى الكتاب اللي ألفته كتاب الخباش فيما التاريخ والجغرافيا يعتبر من أكثر الكتب ما بيعن في عام 2014 حبيت العنوان على الخباش الخباش ديرك كيف؟ علش الخباش؟ الخباش يمكن لي يقرأ بزاف ويخبش ويقرأ لهم آسم وقال خباش هادك اللي قلت في طابلة اللولة وكذا خيرتها لهذا الأسد؟ لا مش أنا خيرتها دار نشر نتوجه لها بالشكر دار نشرك لك هي سلسلة تابعة في جميع المواد فكملتها أنا لكن الكتاب تاعي كان من أكثر الكتب ما بيعن سواء العلميين والأدبيين علش وش ميزوا هذا الكتاب فيه خرائط دهنية فيه رسوم مثلني جبتوا بش مبعد تشوفوها تطلعوا عليه فأكيدا حيعجبكم والخرائط الدهنية هي أكثر شي يشفى عليها المخ لأنه كينفص من الدماغ هو المسؤول عن الحفظ ويحفظ هادو كذا مثلا عندنا درس لازم نديروا العنوان تاعه في ضائرة ومبعد أسهم قال هادو أسباب هادو كده المخ يبقى شافي على هادك الشيما اللي رانا ديرينه ووتوماتيك موائدات عاحت راح تعود تدير هادك الشيما وعبر يلا مشاهدين ما نطولوش عليكم نشوفوا بعض الفيديوهات تاع الأستاذة هند ونعودون نرجع يلا كونترول بليس هل يعود جيد مرحبا بك وشن هو الفرق بين الرأس مالية والاشتراكية صحة تبعي معي الرأس مالية نظام اقتصادي يقوم على الملكية الفرضية لوسائل إنتاج رأس مالية جاي من كلمة رأس المال شكل يكون عنده رأس المال الفرض ولا الدولة أكيد الأفراد اسما هي خاصة بالملكية الفرضية شكل يتبنى النظام الرأس مالي شكل يمشابه الولايات المتحدة الأمريكية يا هاي سهلة قلت لك يا أستاذة بلي انت يا ذي باست قلت لك بلي تسهلي علينا الأمور الدرجة النيراني نستمتع وانا نقرأ التاريخ والتقاط بلا مزيدا أقرأي بكو جيبنا الباك والاشتراكية الاشتراكية هي عكس الرأسمالية بمعنى أنها نظام اقتصادي يقوم على الملكية الجماعية وانا مشتركين فيها كامل ملكية جماعية لوسائل الإنتاج شكل يتبنى النظام الاشتراكي الاتحاد السورياتي صحا سيدة نسق سيكي بيناتنا أنت هي تحبي الرأس مالي والاشتراكي بنا تحبي الرأس مالي أستاذة درام درام أستاذة درام رأس المال كين هناك كين هناك كين هناك شكرا بحي في أمان الله أنا سألني أنا سألني أنا صراحة هند كل ما نجيب واحد من الأساتذة دعنا نقول لك لا نقول لك ما نقول لك موضع يا غنو لا نقول لك عنده ستعمل هذه الطريقة الجديدة اللي يوصل به الرسائل أغلبهم يتلقون انتقادات على هذه الطرق كيف شهم بزدف من قبل شكون وكيف يكون الانتقاد نعم هو أي شيء في الحياة فيه تحدي بزنيس شراكة تعليم أي شيء فيه تحدي فهذا الأمر بالنسبة لأكثرين الأساتذة الأكاديميين يقول لك أنه كيف نحن ينقر تلميذ ومثلا هم يروح يدروا دورة مثلا نحن نطلق أعداد كبيرة من 200 شخص 300 شخص 400 شخص وهذا القبول يمد الله لمن يشاء وأكيد لو كان ما شافوش تلميذ الطريقة في اليوتيوب ولا شافوها من قبل في الانستغرام يشيقر عندك مهوش مغفل يعني لهذه الدرجة والأولياء وعين بهذا الأمر فأنا هذا الانتقاد نتعامل معها لأساس أنه ممكن يعطني دافع من القوة باش نزيد نعمل أكثر مش تبرهني مش تبرهني بالليء لا لا لأنه لا نعم بالضبط طيب كما رأينا نشوفها كان الخباش في التاريخ والجغرافية أنا كنت نقرأ وكن شريط هذا الوقت كنت كنت كاين وكن شريط خريك في الألوان وفي الإبداع كما رأيكم تشوفو حتى حتى الشغل ما يخليك تكره يخليك تركز ويخليك تشوف وما تكره يعني صراحة يعني حتى الألوان المختارة ممكن اخترت بحذر وبعناية يعني نشوف الألوان حسب الأهمية تاع السطر أو الشطر خير نقول لأنه كثير منهم يقول لك مثلا كتاب ملخص ولا فيه رؤوس أقلام لا مر فيش رؤوس أقلام لكن أنا ركزت أكثرين على الأسئلة الوالدة في البكالورية التي تقع في البكالورية يعني مثلا أنت نجيب لك درس أنا طويل فيها فقط عبارة عن كأنه مقال مرحة تستمتعي ونتي تدرسي بس هل كنت تلقاه هذه التاريقة مثلا عبارات تحفيزية من فوق رح تستمتعي و رح تتحفيزي في نفس الوقت وتقرأي بكل أريح جارس جميل الروح تصيبك عدوة عقلك تم عقلكتم عقلكتم مع قلبك تعاودوا الباك و نقريكم نعاودوا الباك و نقرينا أو تقرينا شكيفي يا أحبة تعاود يمكننا البدء مرة أخرى التعب يزول النتيجة تبقى مليحة ما يستفادوا و حبيت الخطة التي تديرينها كما هذه التي نرى فيها طبعا هذه التي كنت نتكلم عليها أنهم مقسمين بطريقة سليسة و تديرين كشغل عناصر 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 بينين و واضحين هكذا يقدر يشفع لهم المخ بكثرة نحن نحيوك على كل الدورات التي تقوم بهم و كل الأساتذة هذا كله في سبيل نجاح التلاميذ و وش تقدر تقول لنا كلمة أخيرة كلمة أخيرة نقول أنه لكل مش شهد نصيب وأن للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى أي شخص يشتهد يجد إذا ما نجحش مش معناها أنه هو إنسان فاشل لا أكيد في تجربة أخرى الله سبحانه وتعالى لم يأذن فهذاك الوقت عادي نتعلم التجربة تعيين نتعلم الدروس و العام الجيش الله فيها خير وفي الإعادة يفادعوا إذا نجحت إن شاء الله وكان لي التوفيق الحمد لله نروح للتوجه تعي في الجامعة فنقول لهم أقرأوا واشتهدوا طاردوا أحلامكم ومع الوقت ستكونوا فخورين جداً بنفسكم إن شاء الله يا رب شكراً لك الأستاذة هند شعوا وأستاذة في تاريخ الجغرافية وصنعة محتوى نتمنى لك التوفيق في كل ما تقومين به شكراً شكراً يلا رح نشوفه أمل وراي واصلة الأستاذة أمل بشكراً سمش ايضا ايها و تنشوف واحدها على الار مدعد نزيد ندي لدرور هديا بزاف شبا ايها درور ها يستعملتها و درتبها الرمساج اكتلاح ذو الدخل في الدره دو ري هادي درور تاني عندكم و دو ري اخيروا الدره لحبيتو و سن او بليه على فن نحت للا سبت لطل اللطور تال هاد لطل الهد لليسي بطل لطل الهد لسنواتا لذلك بل في الجنس نجيونا حطنا ندير للمساعدة لذلك أعتني للجنسي ومن أطلقا للمساعدة الناس مثل هذه السرطة رحضر بكثير من سيارة ومساعدة كمواحدك لكي نترقى لكم ودينا للمساعدة كمواحدة لذلك هادي هي تقنية نتا اليوم اليوم استعملنا كل ما يحضر لذلك يمتحرك للمشاهدة أمال شكرا لك أمال شكرا لك أمال مشاهدين ما زالنا متواصلين معكم مازال فقرتنا كانت هذه فقرتنا الأخيرة لكن مازال سنضير لكم الآن فاصل غنائي بيش تستمتعوا شوية معنا ونحن نتلاقعه في طاولة التقديم يلا كونوا معا شكرا لكم مشاهدين استمتعتوا بهذه النغمة جميلة نتلاقعه في طاولة أجمل من توقيع شيف كاميليا نذكروا فقط مشاهدين ما قدمتنا اليوم بالنسبة للمشاهدة المامونية كما رأيكم ترون من فوق كوريناها بشبية القرفة والجبن المشلل ولا المضفر ثلاثة أكسترات ونحن نضيفها ونحن نضيفها لعسل كامل ونحن نضيفها غير السكر ونسبة للملاح كما رأيكم ترون كيف تكتبو ومتحمرو ونصيتم تقديمها مقبلة ومثلت بشكل مهم يضيفها لهم البيت لأنه يضيفها ونحن نضيفها ونحن نضيفها بالخيار والطماطي شكرا لكم يا تكسر الله يسلمك أنا أقول للمشاهدين يكونوا يشفاءوا على الوصفة أكيد ستلقوها عبر مواقع وصول اجتماعي أو عبر اليوتيوب الخاص بقناة ساميرا تيفي إن شاء الله تكونوا سمتعتوا معنا في التصبيحة نقول لكم يومكم سعيد ما تعلونا بزا فرحكم نحبكم ونموتوا لكم تقعوا غدا بحول الله كونو مال